الدلة الأساسية الثالثة اللي بقدر أجيب أو المعروف لها المجال هي الدلة الجزرية والدلة الجزرية أنا بقسمها لحكتين دلة تحتوي على جزر والجزر ده يأما يكون القس بتاعه فردي أو يكون القس بتاعه زوجي يعني إيه الكلام ده القس بتاع الجزر ده فردي أو القس بتاع الجزر إيه زوجي لو كان فردي فالمجال بقول إنه هو R كلها طيب لو كان زوجي بقول المجال هو القيم الحقيقية للمتغير المستقبل X التي تجعل ما تحت الجزر غير سالب يعني إيه غير سالب يعني أكبر من أو يساوي المين أو يساوي الصفر وفي الحالة دي بقول إن المجال بتاعه X تنتمي الR بحيث ما تحت الجزر أكبر من أو يساوي ايه او يساوي الصفر. ناخد امثيل على الكلام ده اول مثال الجزر التكعيبي لاكس زائد واحد. التكعيب ده عدد ايه? فردي. يبقى المجال بتاعه هو ايه? هو ار. طيب. وي بتسوي الجزر الخامس لواحد ناقص اكس. ده ايه? الاس ده ايه? فردي. الجزر السابع لاكس تربيع زائد خمس اكس اربعة الاس ده فردي. كل الدولة دي طالما الجزر بتاعي الاس بتاعي الجزر بتاعي فردي يبقى المجال هو مين? هو مجموعة الاعداد الحقيقية ار. لكن لو كان الاس بتاعي زوجي يعني هنا ده الجزر التربيع طبعا ما بكتبش اتنين لكن هو معروف ان هو الجزر التربيع. طيب الجزر التربيعي بعمل ايه? امسك ما تحت الجزر? ما تحت الجزر اللي هو واحد ناقص اكس واقول ان هو اكبر من او ساوي الصفر. يبقى المجال بتاعي هو كل اكس اللي تنتمي للار في شرط. ما تحت الجزر اللي هو واحد ناقص اكس يكون اكبر من او ساوي الصفر. طب دي متبينة. خدنا احنا المتبينات قبل كده. اه احلا زي بقى اود الاكس الطرفي التاني. هيبقى واحد اكبر من او ساوي الاكس. وفي رواية اخرى الاكس اقل من او ساوي واحد. يبقى المجال بتاعي منين لفين من سالب ما لا نهاية للواحد طب انا ليه عملت الواحد مغلقة لان فيه هنا فعلنت التباين كلمة يساوش مثال تاني لو واي بتساوي الجزر التربيع لواحد زاد اكس يبقى همسك واحد زاد اكس دي واقول ان هي اكبر من او يساوي الصفر احلها ازاي اود الواحد الناحية التانية هتبقى ال اكس اكبر من او يساوي السالب واحد اذا الحل او المجال بتاعي هو من سالب واحد الى مالة نهاية طب ليه عملت السالب واحد مغلقة لان في علامة التباين بتاعتي يساوي طب ليه عملت المالة نهاية والسالب مالة هنا السالب مالة نهاية وهنا المالة ليه عملتها مفتوحة لان اتفقت معاكم من المحاضرة اللي فاتت ان المالة نهاية والسالب مالة نهاية دائما مفتوحة